شهدت مدينة مأرب ليلة ماطرة هذا اليوم بعد أن تدفقت سيول الأمطار من عدة اتجاهات إلى المدينة هذا حي الروضة وحي أيضا الشبواني وحي الجفينة وكثير من الأحياء والمخيمات التي يتواجد بها كثير من النازحين كانوا عرضة لتدفق سيول داخل هذه المدينة هناك أنباء أيضا عن فقدان كثير من الأشخاص وفقا للمعلومات حتى الآن التي أفادت بأن أطفال أيضا وصلوا إلى مستشفى هيئة مأرب بعد أن تدفقت السيول وأدت إلى إصابتهم بالإضافة إلى أن هناك عشرات من المنازل طمرت نتيجة تدفق السيول إلى وسط الأحياء السكنية في مدينة مأرب من أبرز تلك الأحياء السكنية حي المطار وأيضا حي الشبواني وأيضا حي المغاوير وكثير من الأحياء تدفقت سيول الأمطار بشكل كبير وغزير إلى هذه الأحياء وهناك العشرات من الأسر أيضا ما تزال عالقة داخل هذه المنازل التي كانت عرضت للأمطار الدفاع المدني في محافظة مأرب أيضا وجغ نداء للمواطنين الذين يسكنون بالقرب من مجرى السيول وأيضا مصابات المياه دعاهم إلى أخذ الحيطة والحذر جراء السيول المتدفقة والسواعق الرعدية التي تشهدها المحافظة اليوم مع تدفق الأمطار من عدة اتجاهات إلى هذه المحافظة أيضا هناك أنباء عن تدفق سيول كبيرة باتجاه مخيم النازحين في الجفينة هذه المخيمات التي تحتاج إلى ربما في الساعات القادمة إلى إجلاء بعد ربما وصول الأمطار وفقا للمعلومات التي وصلتنا إلى الآن بأن هناك سيول كبيرة وعارمة باتجاه هذه المخيمات حتى الآن لا حضور حقيقي للمنظمات لإجلاء أخوة المواطنين هناك وجود للأجهزة الأمنية التي ساعدت على إخراج بعض أو إجلاء بعض الأسر من هذه المناطق التي وصلت إليها سيول داخل محافظة مأرب على الجرادية قناة بلقيس مأرب